اشتركوا في القناة على مستوى اقليم الحسيمة الحالة المؤكدة هي حالة وافدة لشيخ في الثمانين من عمره قادمة من بلجيكا وهي الان رهن الحجر الصحي بمستشفى القرب امزور وعند اتصالنا بالمسؤولين بالمديري الاقليمي لوزارة الصحة اكدوا ان الشخص المصاب شكل في البداية حالة محتملة ولم تظهر عليه اعراض المرض وقد التزم بالحجر الصحي المنزلي الى جانب باقي ركاب الطائرة التي حطت بمطار الشريف الادريسي في الرابع عشر من شهر مارس كاخر رحلة يوم قرر المغرب تعليق الرحلات من والى بلجيكا نزول خبر الاعلان عن تسجيل اول حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى اقليم الحسيمة خلف امس حالة من الضعر والخوف لدى الساكنة الاعتبار ان المصاب يقطن باحد الاحياء المعروفة بهذه المدينة لكن المصالح الطبية المختصة تؤكد ان الوضع والحالة الوبائية حاليا في الحسيمة وفي الاقليم عامة مستقرة وتهيب بالمواطنين والمواطنات التزام التدابير الوقائية وايضا الاجراءات الاحترازية خاصة اجراء المكوث والبقاء في المنازل كتدبير استعجالي للتعرف واكتشاف جميع الحالات المؤكدة وايضا الحالات المحتملة والمخالطة ايضا لهؤلاء المصابين لذلك يبقى اجراء البقاء في المنازل وتطبيقه بالحرف هو الدواء الوحيد لمحاربة ومكافحة هذا الوباء